بعد رحلة قصيرة مع موبايلات نوكيا استمرت حوالي 3 سنين ثم رحلة طويلة مع سامسونج استمرت حوالي 9 سنين قررت ان انا ما استخدمش الموبايلات الامريكية مرة تانية عشان ما اسمحش للولايات المتحدة الامريكية انها تتجسس على تليفوني وتتجسس على اتصالاتي فقررت في 2019 ان انا اشتري موبايل هواوي عشان الصين هي اللي تتجسس على مكالماتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناة رامي عزة الفيديو ده ممكن نخرج فيه شوية عن طبيعة المحتوى بتاعنا اللي هو بيخص دايما مجال ميك ماني اونلاين وهنتكلم في حاجة ممكن تكون تقنية شوية لكنها شغلة اغلب الناس لكن انا حبيت اتكلم فيها لانها ايضا تعتبر بتخص ميك ماني لكن على الناحية الاقتصادية طبعا اكيد لو انت معاك موبايل هواوي او انت حتى ما عندكش بس متابع الاخبار هتعرف ان فيه خبر مهم جدا 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 انتشر في الساعات الماضية وهو ان شركة جوجل قررت منع شركة هواوي للموبايلات من استخدام نظام الاندرويد الخاص بها وبعض الجوجل ابليكيشن شايفين هنا الخبر على البي بي سي بدأ بشكل قوي جدا وبيقول ان جوجل قررت ان هي تعاقب ثاني اكبر شركة موبايلات وهي شركة هواوي لانها وصلت ان هي تكون التانية في المبيعات بعد سامسونج من استخدام نظام اندرويد وايضا بعض التطبيقات الخاصة بشركة جوجل بعد كده المقالة بتكمل وبتقول ان سبب القرار ده هو قانون امريكي عمله الرئيس الامريكي ترامب ان هو يعني ببساطة احنا عارفين ان انا بحبش هتكلم في السياسة لان السياسة دايما يعني مملة ومؤرفة زي ما بنقول ولكن ترامب قرر ان اي شركة هتنافس الولايات المتحدة الامريكية وهتبدأ تناطحها هيبدأ يعمل عليها عقوبات فلما لقى شركة هواوي زي ما هنشوف بعد كده في الشرط اللي قدام حضراتكم شايفين ده معدل بيع الموبايلات هواوي هي اللون ده اعتقد ده ربما يكون ازرق شايفين ان هي مشيت يعني من اول آآ الفين وسبعتاشر وهي ماشي على طول تقريبا في ازدياد لدرجة ان هي في فبراير الفين وتسعتاشر مبيعاتها كانت عدت المبيعات والنمو بتاعها كان عدى النمو بتاع شركة قبل لكن طبعا السهم الاخضر او اللون الاخضر اللي هو يعتبر في القمة ده عبارة عن شركة سامسونج اللي مزالت في القمة ولكن شايفين هنا الفرق كان قد ايه ما بين سامسونج وما بين هواوي وشايفين الفرق هنا اصبح عامل ازاي شركة هواوي اصبحت رقم اتنين في المبيعات بعد سامسونج بشكل مباشر فالقانون الجديد اللي عمله ترامب قرر ان هو يعاقب هذه الشركات التقنية اللي بتغزو السوق الامريكية ان هو يحرمها من استخدام التكنولوجيا الامريكية وما كانش فيه قدامه افضل من ان هو يحرم شركة هواوي من استخدام جوجل ابليكيشن ومن استخدام نظام اندرويد لكن انا كواحد من الناس معايا موبايل هواوي ده معنى ايه معنى الاجابة بتاعته في هذه الفقرة القرار ده بيعني ايه لمستخدمين هواوي قال لك هواوي سمارتفون يوزرز المستخدمين الحاليين لشركة هواوي هيستمروا في استخدام الابليكيشنز بتاعتهم في استخدام نظام الاندرويد بتاعهم هيستمتعوا بالتحديثات على الابليكيشن اللي عندهم تقريبا ده والله اعلم ان فيه قانون ما ينفعش اكيد يتطبق باصر راجعي يعني ما قدرش انا اصحى منهم امسك تليفوني الا انظام الاندرويد ما عادش موجود يعني اعتقد ده ما ينفعش فعشان كده القانون ما اتطبقش باصر راجعي لكن اتطبق على الموبايلات الجديدة اللي هيتم اصدارها من شركة هواوي وده اكيد اللي هنلاحظوا فيه الايام القليلة القادمة او في او على يعني على مدار الفين وتسعتاشر اكيد هنلاحظ طبعا ان مبيعات هواوي هتدنى جدا 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 لو ما قدروش ان هم يعني يعالجوا هذه المشكلة واصعب خبر قابلهم هو الخبر ده والسطر ده هو اهم حاجة بتبسط لك الامر ان موبايلات هواوي اللي هيتم اصدارها مستقبلا لن يكون لها الصلاحية في استخدام تطبيقات اليوتيوب والمابز ممكن واحد دلوقتي مش فهم اوي لموضوع البرندات او للاوبن سورس يقولك طيب ما هواوي ممكن تشتري نظام تطبيق خاص بيها او تبرمج نظام نظام تشغيل عفوا خاص بيها يعني مشابه للاندرويد وعادي جدا يبقى عليه جوجل كوروم واليوتيوب والامور دي لا طبعا السلع دي مملوكة لشركة جوجل مش اي حد يقدر يستخدمها لو انت عندك موبايل قبل هو مش بيستخدم نظام الاندرويد ولكن هتلاقي عليه تطبيقات اليوتيوب ليه لان جوجل منحاء هذا الازن موجود عليه جوجل كوروم لان اليوتيوب منحاء لان عفوا شركة جوجل اللي هي الملكة لكل هذه التطبيقات منحاء سحبت هذا الازن تماما من شركة هواوي تحديدا وبالتالي الناس اللي هتشتري موبايل هواوي مستقبلا مش هيبقى عنده تطبيق اليوتيوب مش هيبقى عنده الجوجل بليستور بكل الالعاب اللي موجودة عليه مش هيبقى عنده جيميل متخيل لدرجة ايه مش هيبقى عنده متصفح الجوجل كوروم في حاجات لها حلول زي متصفح جوجل كوروم ممكن تستخدم متصفح تاني لكن ازاي مفيش جيميل انا الجيميل بالنسبالي هو بيزنس مقدرش استخدم موبايل مفيش جيميل اليوتيوب ناس كتير جدا 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 بتقضي ساعات طويلة مشغالة اليوتيوب فهل في حد مستعد يمسك موبايل في ايده يكون معلهوش تطبيق اليوتيوب اكيد طبعا الامر صعب جدا بعد كده يعني المقالة عملت تتكلم شركة هواوي هتعمل ايه وتقال ان يوم الاربع الماضي هو ده اليوم اللي ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية قرر اضافة شركة هواوي للبلاكليست اللي هو عاملها ان هو يمنعهم من استخدام التكنولوجيا الامريكية والهدف ده لانه شاف ان المبيعات بتاعتهم بدأت تناطح مبيعات الشركات الامريكية في نفس المجال وطبعا احنا عارفين الصراع الاقتصادي اللي موجود ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وان الولايات المتحدة الامريكية بتعمل كل ما تقدر عليه عشان تكسب هذا الحرب الاقتصادية الصين بتغزو السوق بتاع الولايات المتحدة الامريكية بالسلع الولايات المتحدة الامريكية بترد عليها وبتفرد ضرائب اضافية على الصين الصين بتغزو الولايات المتحدة الامريكية تكنولوجيا عن طريق هواوي الولايات المتحدة الامريكية بتطبق قانون ان هي تمنع شركة هواوي من استخدام التكنولوجيا الامريكية وبالتالي ده هيؤثر طبعا جدا على مبيعات شركة هواوي طيب الملخص ان انت طبعا هسيب لكم رابط هذه المقالة تحت الفيديو للي عاوز يطلع عليها لكن الملخص لو انت معاك موبايل هواوي دلوقتي فكن مطمئن يعني ان التحديثات مازالت حتى الان الا بقى لو صدر قانون جديد لكن مازالت حتى الان يعني انت في وضع آمن لو نزل تحديث لأبليكيشن اليوتيوب تحديث للعبة انت بتلعبها تحديث لبرنامج انت بتستخدمه هتقدر ان انت تستمتع بهذا التحديث لكن الفكرة كلها على المشتريات القادمة على الموبايلات القادمة اللي هي لسه الشركة بتصنعها جديد او صنعتها جديد بالفعل هتحرم من استخدام نظام اندرويد اما لو واحد بيستخدم شركة اخرى يعني عنده موبايل مش هواوي عنده موبايل اخر بس صيني ايضا لشركة صينية دي يا جماعة الشركات الصينية عشان تبقوا عارفين ايه هي الشركات الصينية او المصنعة يعني للهواتف لو انت عندك موبايل غير هواوي من هذه الشركات عندك موبايل اوبو عندك لينوفو عندك وان بلاس عندك اي شركة من موبايل يعني ينتمي لأي شركة من هذه الشركات حاليا انت في امان ولكن غالبا غالبا هيكون الدور عليك لو الشركة اللي الموبايل بتاعك ينتمي لها قررت ان هي يعني تزيد من انتاجها وتعمل مزايا جديدة وده وضع طبيعي جدا لأي شركة بتبقى عاوزة تنجح وغالبا انا اعتقد ان ربما الولايات المتحدة الامريكية هي بدأت بهواوي لان هي اللي بدأت تشكل خطر عليها في نسبة المبيعات لكن اعتقد في الايام القليلة المقبلة هيبدأ القانون ينتقل الى هذه الشركات هربط هذه المقالة هسيبه لكم ان شاء الله اسفل الفيديو اللي بيتناول الموضوع بشيء من التفصيل لكن اعتقد ان انا يعني بسطت لكم الموضوع والحرب الاقتصادية عاملة ازاي والناس اللي معاها موبايل ما زالت في وضع مطمئن المشاكل كلها خاصة بالناس اللي هتبدأ تشتري موبايلات جديدة اشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة